بعد البسملة من سورة البقرة يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج مثل ما قال إمامنا الصادق مواقيت لصومهم وإفطارهم وحجهم لشؤونهم الدينية وتجلى هذا المعنى في الآية السادسة والثلاثين من سورة التوبة إن عدة الشهور عند الله اثنى عشر شهر في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم الأشهر الحرم أشهر قمرية فالسنة هذه سنة قمرية ومر الكلام في هذا الآية التي تأتي بعدها في سورة التوبة إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئ عدة ما حرم الله فيحل ما حرم الله زيين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين الآية بالإجمال ترفض رفضا قاطعا العبث بالنظام القمري حينما يكون مرتبطا بالشأن الديني فشؤوننا الدينية ترتبط ارتباطا واضحا بنظام التوقيت القمري النسيء هو هذا العبث بنظام التوقيت القمري الآية تقول عن النسيء هذا من أنه زيادة في الكفر ليس كفرا هناك زيادة في هذا الكفر لأن العبث بالمواقيت والزمان الديني ستتسع أضراره شيئا فشيئا حتى تصل إلى حد لا نستطيع أن نصحح شيئا وأن نراجع شيئا إنما النسيء النسيء ما معناه النسيء هنا مصدر وليس صفة كما يتصور البعض هناك من يتصور أن النسيء هنا صفة وقد حذف الموصوف إنما الشهر النسيء الكلام ليس هكذا النسيء هذا التعبير يأتي صفة فأقول شهر نسيء ولكن النسيء هنا مصدر حدث بدليل أنه أخبر عنه بأنه زيادة الزيادة مصدر إنما النسيء زيادة الزيادة مصدر فوصف وأخبر عن المصدر بمصدر وهذا هو الذي ينسجم مع المذاق العربي إنما النسيء زيادة في البداية أعطيكم صورة سريعة لمعنى النسيء في اللغة نسأ وينسأ في لغة العرب تأتي بمعنى تأخر نسأ تأخر وتأتي كذلك بمعنى زادة ولكن حينما تأتي بمعنى زادة مرة تأتي بمعنى زادة في التأخير ومرة تأتي بمعنى زادة شيئا إنها إنها زيادة مطلقة زاد شيئا على شيئا إذا نسأ تأتي بمعنى تأخر وتأتي بمعنى زاد في التأخير نسأ بمعنى بمعنى ثمن لكنه لا يدفع الثمن يؤخر دفع الثمن إلى أجل معين قطعا هذا بالاتفاق فيما بين المشتري والبائع فيقال لهذا البيع بيع النسيئة بيع التأخير وإذا ما قيل من أن الله سبحانه وتعالى نسأ في أجل فلان أي زاد في أجله فهذه زيادة من وجه وتأخير من وجه أخر أجله وفي الوقت نفسه زاد عمره زيادة في التأخير وقد تكون زيادة مطلقة اللبن الذي يكثرون فيه الماء يزداد فيه الماء يقال له لبن النسيئ النسيئ هنا جاءت صفة قلت لكم تأتي صفة وتأتي مصدرا تأتي حدثا اللبن الذي يكثر ماءه يقال له لبن النسيئ والمرأة إذا ما حبلت إذا ما صارت حاملا وازدادت شيئا في جوفها ازدادت جنينا يقال لها امرأة النسيئ أو امرأة النسوء في تعابيرنا الشعبية العراقية للمرأة في أول حملها يقولون عنها تتنسه إنها تشتهي شيئا زائدا على الذي كانت تشتهيه قبل أن تكون حاملا بجنينها الآن يقولون عليها تتنسه فامرأة النسيئ زادت كيف زادت زادت بجنينها الذي صار زائدا عليها في جوفها فيقال امرأة النسيئ وامرأة النسوء المعنى واحد ويقال نساء النساء نساء الأولى جمع لامرأة ونساء الثانية جمع لنسي التي تعني أنها حامل فنساء نساء نساء حوامل وقد يقول البدوي العربي العربي نسأت إبلي في عطشها حجزها عن الماء لمدة أطول نسأت إبلي في عطشها أي زدت في عطشها أو أو أنني أخرت أن أجعلها تشرب الماء ويقال أيضا نسأت نسأت الدابة نسأت النعجة نسأت النعجة أي سمنت زاد لحمها خلاصة القول خلاصة القول النسيء النسيء فيه معنى التأخير وفيه معنى الزيادة في التأخير وفيه معنى الزيادة المطلقة مثل ما يقال امرأة النسيء حينما تكون حاملا زادت بسبب جنينها ونعجة النسيء حينما يكثر لحمها وشحمها إذا ما سمنت إنما النسيء ما المراد من النسيء هنا المراد أولا التأخير وثانيا الزيادة في التأخير لكن بالدرجة الأولى المراد هو التأخير العرب هكذا كانت تفعل لأن حياتها بنيت على الغزو وعلى السلب وعلى النهر هكذا كانت تعيش القبائل أتعلمون أن الفرس أسس دولة للعرب هي دولة المناظرة في الحيرة والكوفة في العراق دولة المناظرة أسسها الفرس وقدموا ما قدموا لها من الخدمات الكثيرة لماذا لأن العرب كانت تنهب قوافل الدولة الفارسية وأهم مصدر اقتصادي للدولة الفارسية تلك القوافل التجارية التي كانت تخرج من العراق وتذهب إلى العديد من البلدان تذهب إلى الجهة الشرقية من الجزيرة العربية إلى ما يسمى في أيامنا بالقطيف والإحساء وتصل تلك القوافل إلى البحرين وتصل إلى اليمامة وعمان وإلى مناطق أخرى فكانت هذه القوافل التجارية الفارسية من المصادر الاقتصادية المهمة لدولتهم لدولة الفرس التي كانت عاصمتها في المدائن في العراق قرب بغداد فأسسوا دولة عربية ونصبوا فيها ملكا عربيا لأجل أن يكلفوه حماية هذه القوافل كي يحترمه العراب وفعلا حدث الذي أرادوه والأمر هو هو فعله الرومان في سوريا حين أسسوا دولة الغساسنة فدولة الغساسنة كانت بنفس الطريقة التي أسست بها دولة المناظر في العراق دولة الغساسنة في الشام في سوريا أنا لا أريد أن أحدثكم عن التاريخ هنا لكنني أردت أن أقول لكم من أن العرب كانوا يعتمدون اعتمادا كليا على السلب والنهب الديانة الإبراهيمية شرعت ما شرعت حتى حينما حرفت بقيت تشريعاتها قائمة في بلاد العرب من جملة تلك التشريعات تشريع الأشهر الحرم حيث يحرم القتال في هذه الأشهر العرب التزموا بهذا مع أنهم يعبدون الأصنام وتركوا الديانة الإبراهيمية في الأعم الأغلى بقي القليل من العرب على هذه الديانة أفراد يعدون بالأصابع هكذا يحدثنا التأريخ فهذه الأشهر الحرم شهر منفرد وهو شهر رجب وثلاثة أشهر تأتي مترادفة ذو القعدة وذو الحجة ومحرام العرب في ذو القعدة كانوا يهيئون أنفسهم للسفر إلى مكة للحج فكانوا يحجون في الجاهلية أو للتجارة أو للمآرب الأخرى التي يريدون تحقيقها في حياتهم اليومية فكانت الأسواق تقام في مكة في ذو الحجة فيذهبون إلى مكة ويعودون يجدون أنفسهم بحاجة إلى الغزو بحاجة إلى السلب والنهب فماذا يصنعون وبعد ذو الحجة يأتي صفر الأول وهو من الأشهر الحرم الذي سمي بعد ذلك بمحرم فبعد ذو الحجة يأتي صفر الأول وصفر الأول من الأشهر الحرم فوجدوا فوجدوا لهم حيلة شرعية بحسب شرعهم في ذلك الوقت نصبوا لهم مرجعا كما يقولون من حكماء العرب وافترضوا له هذه الفريضة من أنهم يعودون إليه كي يحلل لهم شهرا صفر الأول فيمارسون السلب والنهر والغزو والقاتل وينقلون التحريم من صفر الأول إلى صفر الثاني فيذهبون إلى مرجعهم هذا تارة يذهبون إلى دياره في قبيلته وأخرى يذهبون إليه إلى مكة في ذي الحجة فيصعد على مرتفع من الأرض ويقول يا أيها العراب أو أنه يخاطب جمعا منهم يا بني فلان إنني حللت لكم صفر الأول وحرمت عليكم صفر الثاني فيذهبون إلى الغزو والقتل والسلب والنهر في صفر الأول وحينما يأتي صفر الثاني فإنهم يجعلونه من الأشهر الحرم فيؤخرون حرمة الشهر المحرم إلى شهر آخر هذه هي عملية النسيء عملية تأخير إنما النسيء زيادة في الكفر هذا عبث وضحك على الذقون ولعب بأحكام الدين فماذا تفعلون هذا الخطاب يوجه للمسلمين لأن بعضهم يريد أن يبقى على الحالة التي كانت في الجاهلية وجدوا آباءهم على هذا يريدون أن يستمروا على هذا إنما النسيء زيادة في الكفر هذا الذي تقومون به وهذا الذي تعملونه هكذا يصفه القرآن بزيادة في الكفر هذا المعنى الأول والرئيس والأساس في هذه الآية والآية إذا ما أتممنا قراءتها فإنها تتحدث عن هذا الذي حددتكم عنه إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا لا أريد أن أقف عند يضل هناك قراءات عديدة نحن لا نؤمن بالقراءات لكن الذين يتحدثون في تفسير هذه الآية يتحدثون عن القراءات هناك قراءات عديدة هي قراءات المخالفين نحن في فقه العترة أمرنا الأئمة أن نقرأ بالقراءة التي يقرأها الناس إنها قراءة المصحف وقراءة المصحف الذي بين أيدينا خصوصا نحن في البلاد العربية الإسلامية الشرقية القراءة القراءة المعروفة عندنا هي قراءة حفص عن عاصم ابن أبي النجود هذه قراءة حفص الأئمة أمرون أن نقرأ بالقراءة التي يقرأها الناس في مجتمعنا في واقعنا في حاضرنا القراءة التي تقرأ في مجتمعنا في واقعنا هي قراءة حفص وهي قراءة المصحف وبها كتب المصحف الذي بين أيدينا هناك مصاحف في شمال أفريقيا كتبت بقراءة أخرى بقراءة ورش وبقراءات أخرى لبقية القراء أنا أتحدث عن البلاد العربية والإسلامية في مشرقنا مصاحفنا الموجودة في المساجد السنية والشيعية تكتب بحسب قراءة حفص فالقراءة التي نقرأ بها المصحف هي قراءة حفص قطعا من نظر ثقافة العترة الأصيلة قراءة حفص هي من أكثر القراءات ناصبية وهذا واضح في أحاديث الأئمة لكننا مأمورون أن نقرأ بها أما تفسير القرآن فإننا لا نفسر وفق قراءة حفص نفسر وفق قراءة العترة الطاهرة وهذا هو الموجود في الأحاديث التفسيرية نحن أمرنا أن نقرأ بما يقرأه الناس حتى يظهر إمامنا صلوات الله وسلامه عليه لكننا حينما نفسر القرآن نفسره بحسب قراءة العترة الطاهرة على أي حال أنا لا أريد أن أخوض في كل هذه التفاصيل لكن يضل يتصور البعض أنها إذا ما قرأت بقراءة أخرى سيتغير المعنى أبدا لا يوجد فارق هناك العديد من القراءات هذا هو معجم القراءات القرآنية الجزء الثاني المجلد الثاني من معجم القراءات القرآنية وهذه الطبعة الثالثة ألف وتسعمية وسبعة وتسعين دار عالم الكتب إعداد الدكتور أحمد مختار عمر من جامعة القاهرة الدكتور عبد العال سالم مكرم من جامعة الكويت وهو مؤيد بتأييد من الأزهر وهذا الكتاب معروف معجم القراءات القرآنية صفحة 295 قراءة المصحف وهي قراءة حفص يضل ولكن هناك قراءة أخرى يضل وقراءة ثالثة يضل وقراءة رابعة يضل هو قراءة خامسة نضل تعدد القراءات لن يغير شيئا من مضمون الآية وهناك كذلك قراءة للنسي إنما النسي المعنى لا يتغير نحن والمصحف إنما النسي زيادة في الكفر هناك قراءة لا أصل لها في كتب القراءات يتحدث عنها الدكتور السوري والذي هو متخصص في هذا الموضوع في موضوع الشهر النسي الدكتور السوري وسام الدين إسحاق يقول القراءة الصحيحة هكذا إنما النسي زيادة ونتوقف في الكفر يضل به الذين كفروا هذه القراءة لا وجود لها في كتب القراءات أصلا قراءة هو ابتدعها وإذا دققنا النظر في هذه القراءة فإنها لا تستقيم مع قواعد الأدب العربي إنما النسيء زيادة في الكفر في الكفر جار ومجرور الجار والمجرور في أدب العربية لا بد أن يكون متعلقا بجهة في الكلام فإذا قلنا إنما النسيء زيادة وتوقفنا انتهت الجملة في الكفر يضل به الذين كفروا في الكفر أين الجهة التي تعلق بها الجار والمجرور لا بد من وجود عامل يتعلق به الجار والمجرور قد يكون ظاهرا مثلما في قراءة المصحف إنما النسيء زيادة في الكفر في الكفر جار ومجرور متعلق بكلمة زيادة لماذا لأن زيادة مصدر قبل قليلا قلت لكم النسيء مصدر ولذا وصف بزيادة وزيادة هنا مصدر والمصدر في الأدب العربي وفي علم النحو يقوم مقام الفعل يقوم مقام الفعل المضارع مقام الفعل عموما إذا أردنا أن نرجع التركيب إلى أصله إنما النسيء يزيد في الكفر هذا هو المراد إنما النسيء يزيد في الكفر إنما النسيء زيادة في الكفر إنما النسيء يزيد في الكفر ففي الكفر تعلقت بزيادة إذا توقفنا مثل ما يقول الدكتور السوري وسام الدين إسحاق إنما النسيء زيادة ونتوقف في الكفر لا بد أن نقدر لها عاملا وهذا يجوز يجوز في العربية إنما النسيء زيادة يكون في الكفر لكن التقدير في النصوص القرآنية ما هو بأمر مستسهل فما هذا بكلام عربي بدوي ولا هذا بقول شاعر من الشعراء يمكننا أن نقدر بسهولة ما نستطيع أن نقدره من الكلام إذا أردنا أن نقدر شيئا في آيات القرآن أو في أحاديث محمد وآل محمد نتحدث الآن عن القرآن إذا أردنا أن نقدر شيئا في آيات القرآن فلا بد أن نمتلك دليلا على ذلك ولا بد أن يكون السياق واضحا جدا وظاهرا جدا في أننا بحاجة لتقدير عامل يرتبط به الجر والمجرور ولا يوجد عامل متوفر في الناس في السياق والحال هذا ليس كذلك هناك عامل واضح وهو المصدر زيادة الجار والمجرور يتعلق به والسياق لا يفتقر إلى تقدير فعل لأجل أن ينسجم المعنى نعم وسام الدين إسحاق يريد أن يوظف الآية بحسب ما يريده لأنه يريد أن يستعمل طريقة كبس السنوات بالأشهر كي تبقى الأشهر القمرية ثابتة كما هو حال الأشهر الشمسية هو حر في ذلك وكل حزب بما لديهم فرحون مثلما نحن فرحون بما عندنا هو فرح بما عنده الناس أحرار لكنني أتحدث عن قواعد الأدب وقواعد العربية هنا في الناس إنما النسيء زيادة وأتوقف في الكفر بقيت معلقة في الهواء ولا يمكن للجار والمجرور أن يبقى معلقا في الهواء لا بد أن يتعلق بعامل من العوامل هذا العامل إما أن يكون ظاهرا مثل ما هو في الآية إذا لم نتوقف بحسب قراءة المصحف إنما النسيء زيادة في الكفر في الكفر متعلق بالمصدر زيادة وهذا المصدر يقوم مقام الفعل والمعنى إنما النسيء يزيد في الكفر أما إذا توقفنا عند الزيادة إنما النسيء زيادة نحتاج إلى تقدير عامل إنما النسيء زيادة يكون في الكفر نحتاج إلى دليل على ذلك خصوصا إذا قرأنا الآية التي قبلها فإننا لا نستطيع أن نقدر هذا الفعل لأن الآية السادسة والثلاثين التي قبلها تحدثت بشكل قاطع إن عدة الشهور عند الله اثنى عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم وانتهينا الدين القيم لا يقبل الإضافة ولا يقبل التأخير ولا يقبل زيادة في أحكامه وشؤونه هذا هو المراد من الدين القيم إنه الدين المنضبط المتكامل الذي لا نقص فيه فلا يحتاج إلى زيادة ولا يحتاج إلى حذ إن عدة الشهور عند الله اثنى عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم سنة قمرية بامتياز ولا ذكر للسنة الشمسية هنا ذلك الدين القيم فلا تظلم فيهن أنفسكم أن تتلاعب بالتأريخ هذا ظلم للنفس حينما يفعل العرب أن يؤخر حرمة صفر الأول إلى صفر الثاني ويمارسون القتل والسلب والنهبة في صفر الأول الذي حرم فيه ذلك هذا لا يعني أن القتل والسلب والنهبة قد حلل في صفر الثاني لكنهم حرفوا الديانة الإبراهيمية فلا تظلم فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين إنما النسيء زيادة في الكفر هذا العبث بالتقويم القمري زيادة في الكفر وليس كما يقول القائل إنما النسيء زيادة يعني هكذا يقول يعني أن نضيف شهرا زائدا على السنة القمرية فهو أبدع قراءة لهذه الآية كي تأتي منسجمة مع الذي يريده لكنه لم يكن ملتفتا إلى القضية الأدبية والعربية فماذا نصنع بالجار والمجرور أين عامله بحسب قراءة المصحف عامله موجود وملاسق له إنه المصدر زيادة فإذا ما أعربنا في الكفر جار ومجرور متعلق بزيادة هذا هو الإعراب الكامل لابد في الإعراب الصحيح الكامل في العربية حينما نعرب جارا ومجرور أن نبين في أي جهة هو قد تعلق هذا التركيب في أي جهة تعلق الجار والمجرور بأي عامل من العوامل قد ارتبط فنقول في حرف جار الكفر مجرور بحرف الجار والجار والمجرور متعلق بالمصدر الذي سبق زيادة تم الإعراب هذا إعراب صحيح بالكامل إذا لم يكن الإعراب بهذه الطريقة ببيان الجهة التي يتعلق بها الجار والمجرور فإن الإعراب ناقص إذا كنت أصحح هذا الإعراب فإنني لا أعطيه حتى نصف درجة هذا أقل من نصف الدرجة نذهب إلى فصل إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما حينما لا يجدون أنفسهم بحاجة لقتال فإن شهر صفر الأول يبقى من الأشهر الحرم وحينما يحتاجون إلى السلب والنهب والقتل يحلونه وينقلون حرمته إلى شهر آخر يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليس بالضرورة أن يكون ذلك بالتوالي يحلونه عاما ويحرمونه عاما فيمكن أن يحلوه في هذه السنة وفي السنة التي بعدها ولكنهم بعد عدة سنوات يرجعون الحرمة إليه يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله هم يحافظون على عدد الشهور الحرم فقط أما الأشهر يلعبون فيها هم يجعلون أربعة أشهر في السنة أشهرا حرم لكنهم يقدمون ويؤخرون فيها شهر رجب الذي يأتي بين جماد الثانية وشعبان شهر حرام إذا احتاجوا للقتال فيه حللوه ودفعوه إلى شعبان وربيعة كانت تدفعه قبيلة ربيعة كانت تدفعه إلى شهر رمضان يحلون القتال فيه في رجب ويحرمون شهر رمضان ويسمونه ويسمونه بشهر رجب في تلك السنة ويسمون شهر رجب بشهر رمضان يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا ليواطئوا ليوافقوا ليطابقوا عدة ما حرم الله هم يلتزمون بعدد الأشهر فقط فهناك أربعة أشهر حرم هم يجعلون في كل سنة أربعة أشهر الحرم لكنهم يغيرون الأشهر ينقلون الحرمة من صفر الأول إلى صفر الثاني وينقلون الحرمة منذ القعدة إلى شوال فيمتنعون عن القتال في شوال ويقاتلون في ذي القعدة كل قبيلة تفعل بحسب مصالحها التي تقدرها وتقررها لنفسها هكذا كانوا يفعلون إنما النسيء زيادة في الكفر ولكن يعودون إلى المرجعية في ذلك الوقت إلى مرجعيته القضية لا أن تفعلها القبيلة من عند نفسها لا بد أن تعود إلى المرجع الذي انتخبوه مرجعا هذه مشكلة المرجعية يبدو أنها أمشلب فينا من الجاهلية ولا زالت أثارها إلى اليوم في النسيء وغير النسيء إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله يعبثون بدينه زين لهم سوء أعمالهم زين لهم سوء أعمالهم يجدون أن المنفعة في هذا الذي يفعلونه الأمر هو هو في الذين يعملون بنفس النظام في زماننا بخصوص تثبيت الأشهر القمرية فيقولون من أن شهر رمضان يأتي ما بين الشهر التاسع والعاشر لماذا يقولون لأن الوقت معتدل ولأن الله يريد بناء اليسر ولا يريد بناء العسر ولأنه في هذا الوقت الليل والنهار يكاد أن يكون متساويا في أكثر بقاع الأرض متقاربا فليس من عدالة الله أن يأتي شهر رمضان في زمن يكون النهار فيه طويلا جدا في مكان وقصيرا جدا في مكان آخر ويجمعون من مثل هذه القرائن لأجل أن يزينوا سوء عملهم هم يعبثون بدين الله ولكنهم يزينون سوء عملهم بمثل هذه الترهات التي لا علاقة لها بملاكات التشريع وملاكات الأحكام إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين الكافرون هم الذين كفروا ببيعة الغدير الكفر في القرآن على مراتب ألعن المراتب أسوأ المراتب أقبح المراتب الكفر ببيعة الغدير وما أنا الذي أقول الآية السابعة والستون بعد البسملة من سورة المائدة يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تهعل فما بلغت رسالته على الأقل نحن في ثقافتنا الشعية نقطع قطعا قطعيا أكيدا من أن الآية في بيعة الغدير وليس هناك من شيء وراء ذلك يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين من هم هؤلاء الكافرون هنا الكافرون ببيعة الغدير وجزء من بيعة الغدير أننا نلتزم بالنظام القمري لماذا؟ لأن النظام القمري هو النظام الذي شرعه القرآن ومرت عليكم الآيات والروايات في الحلقة الماضية أعود إلى سورة التوبة إنما النسيء زيادة في الكفر في هذا الاتجاه أقرأ عليكم ما جاء ما جاء في خطبة الوداع في خطبة رسول الله صلى الله عليه وآله أقرأ عليكم من كتاب الخصان للصدوق المتوفى سنة ثلاثمية واحد وثمانين للهجرة وهذه الطبعة طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قموا المقدسة في الصفحة الثلاثين بعد الخمسمائة إنه الحديث الثاني والستو بسنده عن صدقة ابن يسار عن عبد الله ابن عمر هذا ما هو مصدر شيعي من جملة ما قاله رسول الله صلى الله عليه وآله أيها الناس إن الزمان قد استدار فهو اليوم كهيئته يوم خلق السماوات والأرضين والأرضين وإن عدة الشهور عند الله اثنى عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم رجب مضار رجب مضار الذي بين جمادى وشعبان لماذا قال رجب مضار لأن قبيلة مضار كان في توقيتها كان في توقيتها أن شهر رجب يكون بين جمادى الثانية وشعبان ذكرت لكم قبل قليل من أن قبيلة ربيعة تجعل شهر رجب في شهر رمضان فالنبي هنا يتحدث مع العربي بالشيء الذي يعرفونه لأنهم كانوا يستعملون النسيئة أيام الجاهلية وحتى في بداية الإسلام كان العرب يستعملون نظام النسيئ فالنبي يتحدث بهذا اللسان ويأتي بهذه العناوين مع العرب باللغة التي يفهمونها بلغة ثقافتهم لأن العرب كانوا يعملون بالشهر النسيئي أيام الجاهلية وحتى في بداية الإسلام صحيح أن النبي وضع التاريخ الهجرية وفقا للنظام القمري بعيداً عن الشهر النسيئ مثل ما يريد الله ومثل ما يصرح القرآن لكن ذلك كان في دائرة محدودة ولذا الكتب تحدثنا كتب التاريخ من أن المسلمين الذين حجوا في السنة التاسعة كان حجهم في شهر ذي القعدة بسبب التقديم والتأخير في الشهور لكن النبي حينما حج حج في ذي الحج ولذا فإن حجة الوداع وقعت في شهر ذي الحج في أيام الحج بالتحديد ولهذا يقول صلى الله عليه وآله أيها الناس إن الزمان قد استدار فعليكم أن تبدأوا بالحساب الدقيق من هذه اللحظة نحن الآن في شهر ذي الحج وفقا للنظام القمري بغض النظر عن الشهر النسيئ هذا هو الذي يريد أن يقوله رسول الله لماذا؟ لأن النبي قد خطط ذلك لأجل بيعة الغدير فبعد بيعة الغدير يبدأ عصر التأويل ولابد أن يكون وفقا للنظام القمري مع التاريخ الهجري الدقيق هذا هو الذي أراده رسول الله ولذا يقول إن الزمان قد استدار فهو اليوم كهيئته يوم خلق السماوات والأرضين يعني مثل ما جاء في الآية السادسة والثلاثين من سورة التوبة إن عدة الشهور عند الله إثنى عشر شهراً وليس هناك من شهر نسيء يضاف إليها فتزاد السنة شهراً وإنما عدة الشهور هي هذه إن عدة الشهور عند الله إثنى عشر شهراً في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم النبي شرع النظام القمرية والتأريخ الهجرية منذ أن دخل المدينة المنورة في هجرته وهو كان يعمل به في مكة لكن هذا الأمر لم يكن معروفاً للجميع فلا يمكن أن يعمل في عباداته وشؤونه الدينية صلى الله عليه وآله بنظام الشهر النسيء فهذا يخالف ما يريده الله سبحانه وتعالى الذي يريده الله سبحانه وتعالى هو هذا إن عدة الشهور عند الله إثنى عشر شهراً في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم وهذا الدين القيم هذا الذي يريده الله من دون زيادتين من دون نقيصة من دون تقديم من دون تأخير هذا هو النظام القمري الشرعي النبي شرع التأريخ الهجرية وفقاً لهذا النظام ووقت حجة الوداع أن جاءت في شهر ذي الحجة في شهر ذي الحجة بحسب ما يطابق النظام القمري والهجري أيضاً فهنا النبي ينبه المسلمين على هذا أيها الناس إن الزمان قد استدار قد استدار وفقاً لما يريده الله فالنبي خطط لحجته في شهر ذي الحجة وبحسب قانون الأهلة فقد بدأ شهر ذي الحجة مع هلان شهر ذي الحجة بحسب النظام القمري الذي وضع وفقاً له التأريخ الهجري أيها الناس إن الزمان قد استدار فهو اليوم كهيئته يوم خلق السماوات والأرض كهيئته التي في الآية السادسة والثلاثين من سورة التوبة إن عدة الشهور عند الله اثنى عشر شهراً في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم وإذا قرأنا الآية التي بعدها إنما النسيء زيادة في الكفر هذا إلغاء لنظام الشهر النسي إلغاء للعبث بقوانين النظام القمري أيها الناس إن الزمان قد استدار فهو اليوم كهيئته يوم خلق السماوات والأرض وإن عدة الشهور عند الله اثنى عشر شهراً في كتاب الله يوم خلق الله السماوات والأرض منها أربعة حرم رجب مضر الذي بين جمادى وشعبان وما هو برجب القبائل الأخرى كرجب ربيعة الذي يقع بين شعبان وشوال في شهر رمضان رجب مضر الذي بين جمادى وشعبان وذو القعدة وذو الحجة والمحرم وهو صفر الأول والمحرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم فإن النسيء زيادة في الكفر هذا كلام رسول الله في خطبته الكلام مستمر فإن النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاماً ويحرمونه عاماً ليواطئوا عدة ما حرم الله وكانوا يحرمون المحرم عاماً ويستحلون صفر ويحرمون صفر عاماً ويستحلون المحرم الذي كان يسمى عندهم أيضاً بصفر الأول هذا كلام رسول الله في خطبته وهو واضح وصريح وأنا اخترت النص الذي أعتقد أنه أبعد نص عن التحريف لأن النص هذا موجود في كتب القوم وفي كتبنا أيضاً ولكن يعدد فيه رسول الله أشهر السنة القمرية مبتدئاً بمحرم وهذا تحريف هذا تحريف لأن أشهر السنة القمرية بحسب رسول الله تبدأ بربيع الأول لكن المقطع هذا موجود في كتبنا التي نقلت عنهم وفي كتبهم أيضاً وهذا النص مأخوذ عن عبد الله بن عمر لكنه يأتي منسجماً مع القرآن ومع الآيتين السادسة والثلاثين والسابعة والثلاثين من سورة التوبة هناك زيادة لفظ الجلالة حينما جاء في الحديث وإن عدة الشهور عند الله اثنى عشر شهراً في كتاب الله يوم خلق الله السماوات والأرض في النص القرآني يوم خلق السماوات والأرض فإما أن لفظ الجلالة هنا جاء مزيداً من النساخ والمحرفين والمصحفين وإما أن النبي ما كان يقرأ النص وإنما ينقل المعنى وهذا بعيد جداً فهذه الإضافة من النساخ ومن المصحفين والمحرفين وإن عدة الشهور عند الله اثنى عشر شهراً في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض من دون وجود لفظ الجلالة مراجعة النصوص تحتاج إلى دقة متناهية وإنما أشرت إلى هذا كي ألفت أنظاركم لأنني لأنني حينما قرأت النص لا أعتقد أنكم قد تبينتم أن لفظة قد أضيفت إلى النص النسيء النسيء إذن النسيء إذن عبث بأحكام الله وعبث بدين الله من هنا جاء الكلام عن من أنه زيادة في الكفر هذا في خطبة الوداع في الأيام الأخيرة من حياة رسول الله صلى الله عليه وآله في جملة وصاياه كرر الكلام نفسه أقرأ عليكم من تفسير العياشي وهذا هو الجزء الثاني الطبعة طبعة مؤسسة الأعلمي بيروت لبنان في الصفحة الرابعة والتسعين إنه الحديث السادس والخمسون عن أبي خالد الواسطي قال أتيت أبا جعفر إمامنا الباقر صلوات الله عليه أتيت أبا جعفر يوم شك فيه من رمضان أو يوم شك فيه من رمضان فإذا مائدة موضوعة وهو يأكل الإمام يأكل في يوم الشك يوم الشك هو اليوم الذي لا ندري هل هو من شعبان أم هو من شهر رمضان فإذا مائدة موضوعة وهو يأكل ونحن نريد أن نسأله يريدون أن يسأله هل هذا اليوم يصام أو لا يصام فقال أدن الغداء أدن الغداء تفضلوا على الغداء إذا كان مثل هذا اليوم لم يحكم فيه سبب ترونه فلا تصوم إذا كان مثل هذا اليوم لم يحكم فيه سبب ترونه ترونه كاشفا عن ثبوت شهر رمضان فلا تصوم ثم قال حدثني أبي عن علي بن الحسين عن أمير المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وآله لما ثقل في مرضه قال يا أيها الناس إن السنة اثنى عشر شهرا منها أربعة حرم يعني لا تضيف لها شهرا آخر مثل ما يفعل الآن الذين يضيفون الشهر النسي فيغيرون وقت شهر رمضان يا أيها الناس إن السنة اثنى عشر شهرا منها أربعة حرم ثم قال بيده رجب مفرد لوحده وذو القعدة وذو الحجة والمحرم ثلاث متواليات ألا وهذا الشهر المفروض رمضان فصوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإذا خفي الشهر فأتم العدة أتم عدة شعبان فأتم العدة شعبان ثلاثين وصوموا الواحد والثلاثين يعني بعد الثلاثين فهو الأول من شهر رمضان وصوموا الواحد والثلاثين وقال بيده الواحد والاثنان والثلاثة ثم ثنى إبهامه ثم قال أيها الناس شهر كذا وشهر كذا شهر يكتمل إلى الثلاثين وشهر ينتهي عند التاسع والعشرين وقال علي عليه السلام في استمرار هذا الحديث وربما يكون حديثا آخر صمنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله تسعا وعشرين من شهر رمضان ولم نقضه ورآه تماما ورآه رسول الله من أنه شهر قد تمت أيامه في التاسع والعشرين موطن الشاهد رسول الله صلى الله عليه وآله في أيامه الأخيرة يوصي المسلمين يا أيها الناس إن السنة إثنى عشر شهرا منها أربعة حر يؤكد النظام القمري ويبعد الناس عن الشهر النسي وأعتقد أن الأمر صار واضحا وصارت الآية واضحة إنما النسيء زيادة في الكفر نلتقي غدا إن شاء الله تعالى أعتذر عن الإطالة أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر